بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تيدعموا هاد القناة من بعيد ومن قريب تنقولهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقواته اليوم غدينوضع واحد واحد صغى من القرآن الكريم لازالة العوارض القرين الذي يسبب تعطيل الزواج للبنات البنات اللي تشتكيوا من تعطيل الزواج عدد كبير في القناة تتعيى مجري وتعيى مدير ولكن كل شيء مسدود مسدود لها ومتحجة ما صادق لها وتتساءل علاش اليوم ان شاء الله بحول الله وقواته اليوم غدينوضع واحد سبب من اسباب اللي غدين شاء الله ربي غديني يسرح بها كما نقولو البنات اللي تكون عندهم هاد المسائل القرين تكون متسلط من الحسد او العين او التوابع اللي تكونوا في الوالدين او كما نقولو احنا التابعة اللي تتجي من الاتباع ديال تتكون اما شي حد تابعك شي شخص معين حاطك في بالو دي ما تتبالي غير انت وخا ما تتدير ليه والو وخا ما واصلوش وخا ما او مسا تقاديش ولكن هو تيقاديك باللسان ديالو وتيقاديك او وخا ما عندوش معاك انه خاصو يأثر عليك باللسان ديالو ولو من بعيد هدا هو اللي تنقولو المتسلط تيكونش واحد متسلط عليك انت ما دير ليه والو ولكن دي ما حاطك في بالو ودي ما ما اثر عليك بالطاقة السلبية ديالو دي ما تيهدر فيك دي ما تابعك دي ما حاضيك كما نقولو احنا تيتابعك اي حاجة درتها يلاحظك ويلاحظك في الصغيرة او في الكبيرة اليوم اليوم غادي نديرو ان شاء الله علاج اه علاج القرين اللي اللي تمنع الزواج اه ان شاء الله اه غادي ندير لكم هاد الوصفة الصالحة البنيات باذن الله الواحد القهار اه غادي ناخدو الخزامة وقرعة الماورد اه قرعة الماء الورد ها هو قرعة الماء الورد وجوج معالق ديال الخزامة انا شديدهم تبختهم ها هو ما متبوخين متبوخين تبختهم جيدا اللي غادي نقرع لهم اه غادي نتبخهم بالماء ولكن هنضيف لهم في السطل السطل الماء او الدلو غادي ننضيف القرعة دي الماء الورد ماء الورد كاملة قرعة كاملة قنينة كاملة زائد جوج معالق ديال الخزامة متبوخين في شي كاسرون وغادي نصفيهم نصفيهم بحلقة ها هم مصفين وغادي ان شاء الله غادي نعم بهم غادي نتسبح بهم ولكن هما ما غا نقرأ لهم تقرأ هادو غادي اما نديرهم يوم السبت مع الظهر واما يوم الجمعة الجمعة مع الظهر المهم اهم حاجة هو يوم مع الظهر اي يوم الا يوم الاربعاء يوم الاربعاء ما سنبغوش نديرو فيها حيث كين بعض الناس اللي تيخدموا فيها اعمال شيطانية اذا ناخدوا الايام بسي تكون مزيان نبحر الخميس يوم الاثنين يوم الجمعة يوم الخميس تا يوم السبت تنزيل في العوارض يوم السبت تنحيد في العوارض نطبخوا الغزامة مزيان مزيان ونضيفوا اليها في السطل من الماء نضيفوا لها قنينة من ماء الورد وغادي نتسبح بها او نعوم بها لازالة العوارض دي القارن اللي تيبنع الزواج ولكن فين كينا فين كينا الصيغة القرآنية هي في صورة الرحمن كل يوم كل يوم اقرأ تنقرها غدين قرأها كل يوم مدة ربعين يوم هنقرها كل يوم ربعات المرات ربعات المرات كل ليلة كل ليلة اقرأها على ماء واشرب واقرأها على زيت وادهن حتى الله غد يشافي ويعافي سبحان الله اذا علاج القارن اللي تيبنع الزواج ولكن صورة الرحمن ربعات المرات كل يوم من مرة العشاء اقرأها على ماء واشرب حتى ارتوي صباحا مساء كل يوم اشرب من هذك الماء مدة ربعين يوم ولكن القراءة كل ليلة كل ليلة اقرأها اقرأها ربعات المرات واشرب والصباح اشرب وفي الدهر اشرب وقت ماء بغيت الماء اشرب من هذك الماء حتى اكثر القرين لما نعني من الزواج سبحان الله العظيم هاد هاد صغاء صالحة الناس اللي معطلين على العمل الناس اللي عندهم تعطيل العمل الناس اللي عندهم مشاكل في العمل بحل بزاف اللي حطوا بدون عمل هاد الوصفات صالحة للناس معطلين عن العمل نحاول المرأة للزوج من العمل او معطل عن العمل تأخذ قنينة دي الماء الورد وتأخذ تأخذ هاد تبخو مع الخزامة في جلب الرزق جيدة بإذن الله ولكن الناس اللي معطلين عن العمل يقرأوا على الخزامة صورة الواقعة ويتبخرون بها ولكن يدوموا على يدوموا على صورة الرحمن كل يوم مدة أربعين يوم ولكن أربعات المرات ولكن مدة أربعين يوم ويحتاجوا أنهم يحتاجوا أربعين يوم ويقيدوا نهار اللي يبدأ ونهار اللي سالي وغادي تحسوا إن شاء الله فرق كبير بإذن الله الواحد القهار المهم ناخد نسبح كل يوم استغفار خمسمائة مرة كل يوم ومن مرة المغرب أو العشاء ونحاول نقرأ صورة الرحمن كاملة مدة أربعات المرات على ماء وأشرب وزيت الزيتون وأدهن الجسد للناس اللي عندهم عوارد القرين بالنسبة اللي بغين تجو وحاولوا واضبوا لها را قراءة صورة الرحمن را تحكم على الجن والإنس سبحان الله العظيم هي شافية عافية بإذن الله الواحد القهار إذن غادي تديرها مدة 40 يوم تقرأوها ربعات المرات شربوا ماء والدهن بالزيت وتحاولوا الخزامة تقرأوا عليها بدون قراءة الخزامة بدون قراءة الخزامة بدون قراءة إن شاء الله غادي تديرها وانتما مطمئنين بأن وصفة رائعة هذه وصفة رحمانية بإذن الله غادي نتيجة مع الناس المعطلين على العمل والناس المعطلين على الزواج الناس اللي عندهم تعطيل من القرين القرين اللي مانع للزواج غادي إن شاء الله غادي نديرها وإحنا مطمئنين بأن الله سبحانه وتعالى خصوصا اللي أخذت ورد للصورة الرحمن صالحة في إجلاب المطالب للناس المعطلين أو البنت اللي بغا تزوج عندها له فعل الزواج ودارتك على الوصفات وما ما جابش الله نتيجة لأن الزواج بيد الله والرزق بيد الله والحياة بيد الله والموت بيد الله كل شيء بيد الله إذن إحنا سنمضع أسباب فقط لأن الأسباب سبب عبدي وننعينك لأن الله سبحانه وتعالى تبغي العبد الملح إحنا تندر السبب والكمال على الله ولكن على نيتكم ترزق النية أبلغ من العمل لأن النية إلا درتها في أي سبب ربي تعطيك تعطيك عليك بنيتك شو الإنسان اللي كان على قدنيته ربي تعطيه لما تعرف النية صافية عنده ما عنده شقلت النية و تعطيه ربي على قدنيته إذن حبابي في الله حاولوا أنكم الوصفة اللي خديتها نخدمها بحث صونية لأن هذه وصفة قرآنية القرآن ما تيتجربش ولكن نحاول أنني نقول يا ربي غان دير الوصفة ورب ربي عادي يجيب السبب لأن السبب دي الله وضعتي السبب وحطيتي إيمانك في الله هو اللي غادي هو اللي غادي دلك سبب إذن بحول الله وقوته ما بقى اليوال وغير نقول لكم حاولوا تدعم القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا عندي قبل ما ننسى تعوموا أي وقت بغيتوا حاولوا أنكم هاد الخزامة اللي غادي تعوموا بها حاولوا أنكم تعوموا ولو مرة مرة في الأسبوع باش تحيدوا التأسير دي النحوس هاتي حيد لكم هاد الخزامة والمورد تطهر البدن من النحوس وتحيد تسحر لأن وتتجيب قبول هاد الخزامة مع قراءة القرآن سبحان الله سيكون عندك وحد قبول وعيكون عندك وحد نورانيات في إجلاب أي حاجة بغيتها سيكون عندك طاقة إيجابية إن شاء الله إذن وصفة كاملة بإذن الله الواحد قر تنتمنى لكم أنكم تكونوا من المحدودين إن شاء الله إن شاء الله ما بقى دياء غير نقول لكم إلى وصفة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر